موسيقى أهلا أحبائنا ومشاهدين في كل مكان نعمة وسلام الرب يسوع مع كل اللي بيشاهدونا صلاة إنك تتبارك من خلال هذه الحلقة وربنا هيك ينور ويفتح العقول والأذهان ونختبر محبة وسلام يسوع المسيح اليوم رح يكون موضوع كتير كتير مهم وأنا بشجعك إنك تشاهد هذه الحلقة لأنه رح نلقي الضوء على شيء مهم جدا الموضوع بعنوان اندماج العابر في الكنيسة العابر المقصود شخص من خلفية إسلامية أصبح مؤمن بالمسيح يسوع وكيف يندمج في الكنيسة طبعا إحنا بنعرف إنه في هذه الأيام أعداد غفيرة عشرات إذا مش مئات الألاف من المسلمين اللي رجعوا للرب يسوع المسيح من ثقافات مختلفة من عدات متنوعة سواء من الشرق الأوسط أو من دول الخليج أو من شمال أفريقيا بعض المؤمنين أخذوا خطوة جريئة إنه يتكلموا عن إيمانهم بكل صراحة البعض الآخر مؤمن بتكلم لكن بشكل هادي مع أقرباء أو أصدقاء والبعض الآخر ساكت لكن في يوم من الأيام لابد إنه هذا الإيمان يخرج إلى حيز التنفيذ فطبعا عندنا أسئلة كثيرة في هذه الحلقة حيكون يعني إيه هي الخطوات الأساسية للمؤمن ولسيما من خلفية غير مسيحية إيه التحديات اللي بواجهها الصراعات النفسية والاجتماعية كيف إحنا مثلا ككنيسة بشكل عام كنيسة يعني ما هيش exclusive لملك شخص يعني مقصود من مسلمين ومسيحيين الأعداد المؤمنة بالمسيح كيف نتعامل مع الراجعين إلى الرب وطبعا ما هو المفهوم الكتابة للكنيسة شو مفهوم الكنيسة بالنسبة للناس اللي بتيجي من خلفيات إسلامية وكيف ممكن نبني جسور حتى إنه نقدر نتواصل بشكل أفضل وبشكل أحسن هذه الأسئلة رح نجاوب عليها في هذه الحلقة وكمان شوية رح أعرف عن الضيف لكن بشجع اليوم إذا أنت مسلم أو إذا أنت عابر من فضلك اتواصل معنا وإذا أنت عابر ممكن تشاركنا في بعض التحديات اللي أنت بتمر فيها هذه الحلقة مفتوحة يعني فيك تتصل في أي وقت ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائي حديثنا في هذه الحلقة اندماج العابر في الكنيسة وضيف هذه الحلقة أخ وصديق عزيز ليا ما هوش غريب بتشوفوه على القنوات الفضائية لكن لأول مرة هو موجود معنا في برنامج ليكن نور أحب أقدم لكم خادم الرب القص هشام مرجان وهو أيضا عابر إلى المسيح أهلا وسهلا أخوي هشام أهلا بحضرتك أسيس نزار ربنا يباركك وأنا بشكرك كتير أنك كنت معنا في هذه الحلقة وأكيد رح نستفيد من خبرتك العملية شكرا ده امتياز عظيم لنا نكون مع حضرتك حبيبي موضوع صعب إذا مش صعب موضوع يمكن فيه سوء فهم كثير صحيح أول شيء لمشاهديني يمكن اللي ما بيعرفوك بالكامل إذا ممكن تعطينا فكرة أنت كهشام من خلفية إسلامية كيف عبرت للمسيح أنا تولدت ببيت مسلم حفظت الكرآن كان عمر صغير كان كل فكري والتربية اللي ربعت عليها أن أنا أعلي من اسم الإسلام أو أن أنا أوصد رسالة الإسلام لكتير من اللي ما يعرفوش الإسلام عملت كل المطلوب مني حسب التعليم الإسلامية حتى الحج حجيته ووصلت الوقت معين من حياتي كان عمري تلاتين تقريبا تسعة وعشرين سنة في الوقت ده جتني رسالة من شخص أن يعزمني على الكنيسة ولبيت الدعوة بعد فترة ولما روحت معاه مشوار على الكنيسة حصل أن الرب لمس قلبي من خلال الأشخاص اللي سلموا عليها حسيت بدفء بالسلام أنا بحاول أختصر الاختبار حسيت من خلال السلام الكام شخص اللي سلموا عليها فيه دفء فيه لمسة غريبة اللمسة دي تخلتني وأنا راجع على البيت أفكر بحاجة أنا اللي كنت بصلي وبعمل كل الطقوس الإسلامية المطلوبة مني ليه أنا ما عنديش الشعور بالسلام كنت بصلي وبطلع من الجامع بعمل الفحشاء والمنكر رغم أن أنا في القرآن بيعلمني أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في الليلة ديت وكتأول زيارة ليا الكنيسة حسيت براحة وغابتول الليلة أفكر بموضوع السلام ليه أنا ما عنديش سلام ذكرت حدثة كنت عمري 16 سنة كان عندي جار بعد ما صلى الفجر معايا طلع أتى العمه على باب الجامع فلما هو قتل عمه وأنا شفت أن ناس مسيحيين بيصلوا بنظر أن هم كفار ومشركين وبيعبدوا ثلاث آلهة عندهم سلام وإحنا بنصلي وبنعمل الفحشاء والمنكر إيه السبب؟ أن احنا مش عارفين يكون عندنا حب مش لأعداءنا أو حب للناس اللي برا حب حتى لبعض في الليلة ديت كان عندي مقارنة بين الأشخاص اللي هم بيحبوا وبين الشخص اللي صلوا وقتل وده كان دافع أن أنا أرجع أدور في كتابي اللي هو في الكرآن ومن هنا بدأت أنطلق وأخذت معايا الفترة تقريبا تسع شهور وأنا ببحث وبدور على الحق وكانت الصدمة بالنسبة لي أن بعد تسع شهور تركت الإسلام وتجردت من كل التعليم الإسلامية وبقت فاضي بس كنت بس مع صوت جوايا في قلبي يقول لي إيرا الإنجيل يعني تركت الإسلام لكن ما انتقلت أو عبرت للمسيح لا طبعا لأنني أنا ما كانش أنا كان بنظر أن الإنجيل محرف وكل الأمور اللي أنا تعلمتها وأنا صغير كانت فراسي ومؤمن ومسدق وفجأة لقيت أن الإسلام نهار قدام مني وبطل أن الكتاب بتاعي مش أنه هو بس محرف لا ده مؤلف مش محرف ده تأليف فبقيت بقى ده ما فيش عندي بديل تركت وفي الوقت اللي أنا تركت فيه كنت أسمع صوت يقول لي إيرا الإنجيل صوت بقلبي كل ما جاء نام أسمع صوت يقول لي إيرا الإنجيل وده دفعني أن أنا أدور على الإنجيل فسألت واحد من جيراني أن يجب لي إنجيل وجاب لي كتاب المؤدس وقال لي إقرأ إنجيل يوحنى والمفارقة أستيس نظار أن أنا كتأول مرة في حياتي أمسك كتاب مؤدس وأول مرة أمسك إنجيل وكنت بقرأ وبفهم بقرأ وبفهم ووصلت من إنجيل يوحنى للآية اللي بتقول وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله حسيت براحة في قلبي حسيت بسلام وكان دافع أن أنا في الليلة دي أكمل أقرأ ريت أول مرة أمسك الإنجيل ريت تقريبا واحد وعشرين صحاح إنجيل يوحنى كله حبيت شخصية المسيح وبداية اللي كنت أنا بالفترة اللي كنت أنا بدور فيها في الإسلام التسع شهور كنت وصل لمرحلة من التعب إن أنا كل ما بنصدم كل شوية تعب نفسي عملا نصدم بحاجات كتير اكتشفتها غلط قدام مني في الإسلام فلما بدأت أحس بالراحة اتشجعت أكتر كان واحد بياخد دوة كل ما أرى أرتاح كل ما أرى أرتاح وكانت الصدمة بالنسبة لي هي الموعظة على الجبل لما أريت الموعظة على الجبل وتعاليم المسيح حبيبتني بشخصيته حبيبتني بشخصيت المسيح بس مش عارفي إن أنا أتبعه أتبعه إزاي وبأي طريقة هنا بدأت أدور إزاي أبقى مسيحي فكاد حصلت بقى مفارقة بين إن أنا أبقى مسيحي وإن أنا أتخسر أهلك وتخسر أحبائك فقررت الانتحار لأن أنا كنت بعرف التمن اللي أنا هدفعه لما أعرف المسيح هيبقى تمن صعب فما كانش عندي استعداد إن أنا أواجه التمن ده أو أواجه المجتمع فكان بالنسبة لي أنا أريح إن أنا أتخلص من حياتي ولكن في الليلة اللي أنا قررت فيها أنتحر أنا أعدت وصليت وقلت للمسيح إنت مين إذا أنت الله إذا أنت الطريق زي ما أنا قريت إذا أنت الحق إذا أنت الحياة ريحني شيل الخوف من قلبي وإديني قوة إن أنا أمشي معك لأن أنا بالوقت اللي عرفت فيه اللي كنت بعرف الحق كنت بحسي بخوف كنت بحسي مش قادر أخذ خطوات إن أنا أمشي مع المسيح ولكن لما قلت له إديني قوة كان ديكت أول ليلة أنام فيها من تقريبا من سنة ونص وصحيت أنا من نوم شايف قدام مني المسيح على الصليب وأنا بطعم فيه وفي اليوم ده أنا سلمت حياتي للمسيح وقررت إن أنا أتبعه وأتبع تعليمه وأتبع وصيانه وتغيرت حياتك تعرف أساس نظار يعني أنا بقصد نقطة التحول إنك قرأت لكن كيف وصلت للقرار أنا طبعا لما بدأت أقارى في الإنجيل الروح قدس كان بيعلمني وأنا كنت أعرف كنت أعرف يعني أني الروح قدس بس بدأت أفهم الصعوبات اللي كانت عندي من ناحية السلوس من ناحية الصليب من ناحية الإمام بالإبن بدأت أفهمها الوحدي من خلال رأيتي للكلمة والربي داني النعمة بالوقت ده إن أنا أفهم كل الأمور الصعبة بالنسبة للشخص المسلم اليوم اللي أنا قررت أدي حياتي للمسيح بالكامل أنا طبعا كنت عيش في الخطيئة عيش في بعمل أمور كتير كنت بدخن كتير بتعاطى باخد أنواع كتير من المخدرات بنفس اللحظة اللي قلت المسيح ادخل فيها على قلبي أنا كرهت كل الأمور دي وتغيرت حياتي 180 درجة مجدا للرب لكن هاي مش كل القصة يعني إحنا نتكلم عن اندماج العابر في الكنيسة نعم أكيد كان عندك صراعات نفسية اجتماعية ولسيما أنت جاي من عيلي مسلمي وفي نفس الوقت عندك صراعات وتحديات مع الإيمان الجديد كيف ممكن تتأقلم بحسب هذا الإيمان ممكن تشاركنا شويه التحديات بدأت معايا في موضوع إزاي أفهم الإبن لهوت المسيح كان في تحديات كتير في صعوبة فهم المفاهيم اللهوتية لشخصية المسيح كان عندي الصعوبات دي قدرت أتغلب عليها من خلال قراءة للكلمة من خلال أن أنا قاعد مع الكلمة طول الوقت قريب من شخص المسيح الروح القدس بدأ يعلمني ويفهمني دي كانت بداية الصعوبات اللي هي الأولى بحياتي كشخص يفهم جاي من خلفها 30 سنة مسلم 30 سنة متربي على فكر صعب حتى مغلق جدا في الإسلام أنه يفهم أن الله مش واحد ده الله سلسة أقانيم يعني رأسي بدأ يتفكي من ناحية الأمور دي حالة تتفكي فيه لأنك رأسي كمسلم فيها أمور صعبة الكتاب من ناحية مصداقية الكتاب المقدس هو محرف ولا مش محرف فدي كان أول تحدي بحياتي قدرت أتغلب على التحدي ده من خلال رأيتي لكلمة الرب من خلال الإنجيل أخي شامت متل ما بتعرف أنه إحنا عايشين بعصر يسمى العصر الذهبي للكرازي نعم اليوم كلمة الرب عم تصل لكل أنحاء العالم ومثل ما بتعرف أنا إلي 38 سنة بكرز بالكلمة نعم يعني يمكن أكبر من عمرك يعني اللي كان عمره 20 سنة اليوم عمره 58 سنة وشفنا مئات الألاف اللي أجت للمسيح نعم وطبعا يعني هذا برنامج واحد فأنت تخيل كم الهائل من القنوات الفضائية صحيح والأونلاين والسوشال ميديا نعم في أعداد غفيرة لكن حتى في العالم العربي في عادات وثقافات وأكيد أنت بتتعامل صحيح مع كل الخلفيات شاركنا أنت كيف ممكن الشخص العابر بغض النظر من شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط كيف يتأقلم مع الحياة الكنسية أو الإنجيل توصد أنه زي يفهم يفهم الإنجيل أو يفهم الحياة الكنسية العابر هو الشيء الأساسي بحياته في بداية علاقته لازم عشان يفهم عشان يقدر يندمج في الكنيسة محتاج الأول يقرب من المسيح يقرب من كلمة الرب لأن الصعوبة صعوبة الفهم بتاعنا لأن احنا فهمين أن لازم يكون الإنجيل ده كلام زي الكرآن كلام بالطريقة اللي مكتوب فيها الكرآن طبعا دي مش مزبوطة فقربنا من الكلمة وقرائطنا للكلمة هتسهل موضوع دخلنا من الباب أن احنا نخش من الباب للكنيسة بس طبعا فيه تحديات كتير أن أنا قادر أندمج في الكنيسة أن أنا أجل الكنيسة مش بالمفهوم اللي أنا كنت عايشه قبل كده بالمفهوم أن أنا جاي على جسد جاي على جسد المسيح جاي على عيلة وقرب من العيلة ده هيخليني يدوبني في شخصية المسيح ويخليني أقرب من إخواتي على العيلة الجديدة اللي أنا جاي عليها بعد إذنك أخي شام لما إحنا بعتنا الدعوة للحلقة أنا رح أقرأ الإيميل مثل ما هو من شخص الأخ محمد بحب الرب كتير والظاهر أنه مر في تجارب واختبارات وأنا رح أقرأ وكل تعليق أنت يعني شاركني فيه هو كاتب سبع نقاط يعني التحديات اللي بواجهها العابر أولاً يعني أول تحدي بقول عدم ثقة المؤمنين في إيمانه وبالتالي لا يتم قبول وسط المؤمنين بسهولة ويستهلك جهده وطاقته في محاولة إثبات إيمانه دون جدوى ويظل منبوذاً هو وأسرته حتى يتدخل الله ويرسل له من يثبته في عثراته التي سقط فيها بسبب إخوته المؤمنين هل هذا الشيء متوارد؟ للأسف أسس نزار هذا الشيء وارد في الكنيسة أو بعض الأشخاص ومش كل الكنيس ومش بعض الإخوة المؤمنين بينظروا للشخص العابر بنظرة شك شك في إيمانه شك في دخوله للكنيسة وخصوصاً في بلادنا الإسلامية في البلاد الشرق الأوسط إن الشخص ده ممكن يكون جاي متسوس علينا أو شخص جاي يتجسس علينا فبتكون عندنا النظرة وانطباع إن الشخص ده مش حقيقي مش حقيقي وإن إحنا عندنا شك بموضوع إيمانه فده بيأثر سلبي عليه وعلى الطريقة اللي بيأمن فيها ده تقريباً تقريباً بيمر فيه معظم الأشخاص العابرين في بداية دخولهم الكنيسة نظرة الشك من قبل وده مش معناته إن كل الإخوة بالطريقة دية لا طبعاً فيه إخوة كتير بيحتضنوا وبيقربوا وبيساعدوا النقطة التالية اللي بيكتب عنها بقول وخصوصاً في البلاد ذات الأغلبية المسلمة تجد المؤمنين متخوفين من العابر ويظنون أن السلطات الأمنية قد أرسلتوا من أجل إيقاعهم في جريمة التبشير فيظل العابر هو أسرته من بوذين أيضاً لا يزورهم أحد الإخوة أو لا يسمح الإخوة للعابر وأسرته بزيارتهم في منازلهم أو دعوته لاجتماعات الصلاة أو المجموعات البيتية يعني بحجة أو بزعم أنه يمكن خايفين أنه آدم تسوسوا من السلطة شو رايك في الموضوع؟ حقيقة كتير بنخاف أننا كتير من الإخوة المؤمنين أو الإخوة المسيحيين بيبقى عندهم تحفظ على دخول العابر بيتهم الأول أنا هقابله في الكنيسة وهسلم عليه وحتى لما يكون عندنا شركة يفضل أنه ما يكونش موجود ما يعرفش تفاصيل أكتر عن حياتنا وما يعرفش عنوان بيتنا فده بتخلي العابر يمر بظروف نفسية صعبة جداً في منهم بيحسوا بسبب الموضوع ده أن أنا مؤمن مسيحي بس درجة تانية وده كتير بتسمعها كتير من العابرين وده برضو ده حالات مش للتعميم ولكن ده حالات قليلة جداً بتحصل بس لأن العابر بيبقى حساس حساس أنا لما تبقى أنت في الكنيسة ودعي الإخوة عندك على البيت على صهرة روحية أو على شاركة محبة داخل البيت وبتعزم كل الإخوة اللي موجودين أو بعض العائلات وبتيجي لعند العابر أنا شخصياً مريت في الموضوع ده يعني مريت بحالات زي كده وكنت أروح إلى البيت أقعد لوحدي وحس بأن أنا متداي أن أنا مش تبليه أنا مش مابول أنا تركت كل اللي بره ده وجيت لعندكم وليه فيه تحفظ من ناحية أنتوا تقربوا مني حتى لو كنت أنا كذاب يمكن المحبة اللي أنت بتقدمها لي تأثر فيها ولو أنا جاي بالأمن زائقني عليك أو الأمن دفعني أن أنا أكشف أمور عن التبشير يمكن أن أتأثر وأتغير وأنا بعطيت حضرتك عندك حالات كتير لناس كانوا جايين يتجسسوا والرب بغير حياتهم والرب بغير حياتهم والرب بغير حياتهم والرب بغير حياتهم فعلا من الأمن وصليت معهم وطلبوا الرب وطبعا يعني الفكرة الموضوع أحبائي ما بدأ أقول لتخجيلنا بس فعلا أنه نبتدي نأخذ نظرة بتختلف في هذه الموضوعات ولسيما خلي بالك أنه الأعداد اللي بيجوا للمسيح من خلفية إسلامية رح يكونوا أو يفوق العدد المسيحيين اللي جايين من خلفية مسيحية وبتدينا نشوف هذا النوع من التحركات هو بس لحديد إسا بس بسبب القوانين الحكومية والسياسية لكن أعطي شوية حرية حتشوف العشرات الملايين يعني هذا شيء معروف عنه الشيء الثالث بقول لا يتلقى العابر نظرا لخوف المؤمنين منه أي دعم روحي لينمو في معرفة الرب بل يظل هو يعني هو بنفسه بيجتهد بنفسه مثل ما حضرتك قلت قعد تقرأ الكتاب وتقرأ وتقرأ في ظل غياب الدعم والمساندة من أجل نموه الروحي دي حقيقي دي حقيقي يعني أنا بتذكر لأول معرفة الرب كان في تحفز كتير بموضوع أن يدعموني روحيا الرب أقام شخص واحد هو يتبناني شخص قلب الكنيسة هو حاول يقول لي ارفع عيونك خلع عيونك على الرب يشجعني روحيا كان يقعد يصلي معايا العدد الكبير كان خايف بس الرب حطي لي شخص واحد ذكرني باستقبال حنانية لبولوس لشاول الكلمة اللي قالها الحنانية لشاول لما قاله أخ شاول بتعمل فرق كتير عملت فرق روحي كتير بحياته لشاول فده أمر حقيقي بنخاف أن احنا ندعم روحيا ليكون جاي مش حقيقي العكس أنا خلينا نديره دعم روحي أكتر يمكن يتغير آمين آمين والشيء الرابع هو إذا طبعا الأخ محمد بشاهدنا في هذه الحلقة أنا عم بقرأ وبشكرك مشكور جدا إذا بتحب كمان تتواصل بكل سرور يكتفل إخوة بدعم مادة للعابر وأسرته إذا كان متعطلا عن العمل لكن لا يساعدونه في العثور على عمل نعم دائم يقتات هو وأسرته منه طبعا نحن منمنا نعم مش عام نعم لا لا نستعميم أبدا صار بشكل عام ثم بعد فترة يتوقف الدعم المادي بحجة طول فترة تقديم الدعم وكان الأولى أن تشكل الكنيسة لجنة لرعاية العابرين وتوظيف العاطلين منهم وعمل خطة قصيرة لأجل دعمهم ماديا تنتهي فور تدبير عملهم يعني بحال ما أنه بيشوفوا عمل ممكن يوقفوا الدعم لأنه خلاص صار يشتغل دي حقيقي أنا شخصيا مش مع فكرة أنه ندعم ماديا ندور له على الشغل عشان يشتغل بس بنرجع لنفس نقطة أنه نحن خايفين يعرف عننا ويعرف عن أشغالنا ويعرف تفاصيل الطريقة اللي نحن بنساعد فيها بنرجع لنقطة الخوف أنه ندمجه معنا ندمجه معنا من خلال الشغل بالعكس أنا فكرة النهاردة لأن العابر أسس نزار مش بيخسر بس عيلة لو فيه منهم كتير من أول ما بيقامن بيخسر شغله بيقعد بدون شغل فأنا النهاردة لما بقدم ده نوع من تقديم نوع من فتحان القلب أنه نفتح له باب أنه يقدر يعيش أنا لو دعمته سنة وبعد السنة تركته ما أنا سببت له عسرة بس أنا لو فتحت له باب أنه يقدر يشتغل وفيه كتير أخوة محبين بيساعدوا بالطريقة دي أنه هم يفتحوا باب للشغل وبتكون سبب بركة كتير حتى فيه ناس أنا بعرف ناش شخصيا بسبب أن نتأمل لهم شغل كانوا جايين تقريبا بهدف مش حقيقي بس تغيروا تغيروا بشكل حقيقي لأن شافوا كمية الحب بغض النظر أنت هدفك إيه أنا بقدم خدمة للمسيح طبعا أنت عارف أخ هشام بشكل عام العابر المسلم اللي بيجي ليسوع المسيح كأنه بينسلخ عن المجتمع اللي احنا تعودنا عليه وعلى فكرة يعني مثل ما قال المؤرخ في ليب حتة نحن مسيحيون في العقيدة لكننا مسلمون في الثقافة يعني الثقافة الإسلامية دخلت الـ DNA بتاعنا في كل مستويات الحياة فإذن إحنا عايشين تقريبا نفس الكولتشر بشكل عام بس الاختلاف أنه المسلم لما بيجي للمسيح بينسلخ يعتبر خائن للوطن للأسف يعني مع أنه بحب وطنه أكتر من المسلمين ويعتبر خائن للعيلة وخائن للرسول وخائن للإسلام فإنت تخايل كم الرعب والخوف والرفض اللي عم بعان منه بمر فيه بسبب الرفض وإذا من ناحية تانية إذا ما لاقت ترحيب طبعا بيكون في صراع نفسه شديد ولا لا شعور أسس نزار لا يوصف شعور قد ما بنتكلم على العذاب النفسي اللي بيمر فيه العابر يعني تخيل يعني الوقت اللي أنت فيه بتفكر أن والدتك وولدك هيقول لك برة شغلك برة جيرانك مش هيعرفوك صراع نفسي لا يوصف يعني أنا بفكر في الأم اللي حملت الطفل تسع شهور خايل تطرد ابنها لما تسمع كلمة أنت مش ابني تسمع كلمة أنت مش ابني أنا ما عرفكش لما تسمع كلمة من أخوك يقول لك أنت مش أخويا لما تسمع كلمة من أقرب صديق ليك يقول لك لو أنت في آخر مكان في العالم وقابلتك هقتلك لما تسمع يقول لك خلص غير اسمك واطلع من العيلة إحنا هنطلع نعي أن أنت موت إحنا هنعمل نعي أن أنت موت مش موضوع فقدان مراسك فقدان مراسك تب شوف بالمقارنة لو واحد النهاردة مسيحي جيه للإسلام عشنا في بلاد إسلامية وكنا بنشوف لما واحد مسيحي بيجي للإسلام بيأمنونه بيت بيأمنونه شغل بيأمنونه حماية بيرحبوا فيه وفي أوقات معينة كان فيه حكام عرب بيكونوا بيدوا دعم غير عادي للشخص اللي بيجي من المسيحية للإسلام بعكس اللي بيحصل مع المسلم لا وإحنا بنعرف في جاليات إسلامية كتير حتى في الغرب عم بقدموا دعم صحيح هائل لأسلمة يعني شمال أمريكا مثلا أنت بقى الصراع النفسي أن أنت تركت كل ده تركت أهلك وتركت بيتك وتركت مجتمعك وفي نفس الوقت أنت ينظر لك أن أنت خاين أن أنت نظر تشك يعني كل اللي أنت مش إحنا قد ما بنعمل وقد ما بنقدم وقد ما بنترك مش حاجة بالنسبة اللي عملوا المسيح عشاننا على الصليب تمن لا يقارن باللي عملوا المسيح من أجل كل واحد فينا على الصليب بس أنا محتاج أنه نهاردة أن أنا تركت بس عايزة ألاقي أخويا بيطبطب علي بيقول لي أخي شام أهلا بيك واستعيلتك الجديدة بس ممكن أسمعها بس أسمعها بعد فترة اختبار تخيل أنا لما عرفت الرب إن عمل لي بعد سنة امتحان من مئة سؤال عشان يعرفوا أن أنا مسيحي ولا مش مسيحي طب ما أغل المسيحيين بيعرفوش المئة سؤال لا سدقني إن عمل لي امتحان من مئة سؤال عشان الشكل عندهم من نحيط يروح هل أنت مسيحي ولا مش مسيحي فبيبقى شعور صعب طيب أنا يعني حابب أنا أكمل هاي التعليقات اللي بعتها أخوي محمد بس عاوز أخد مكالمة من لبنان الأخ أخ دانيل أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخ دانيل ات معانا على أواس أيها سلام المسيح سلام المسيح أخ دانيل أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك ربي بارككم الله يخليك أنا من الأشخاص العابرين اللي اللي تعرضوا فعلا التهميش والاضطهاد من من جماعة المؤمنين أنا شخص أمنت بالرب من 2011 وكنت في مصر وكان وضع كتير كتير خطر في مصر طركت ورايا ولد ولد وبنت طركت ورايا أسرة وعيلة أهل لأن كان وضعي خلاص يعني أنا من عيلة شديدة التطرف في مصر ويمكن الكلام ده يعرفه لو يعرف دانيال لكن محاولة أن أنا قرب من الكنيسة في مصر كانوا بيتهربوا مني ما عرفش خوف أو شك أو عدم إيمان أن الشخص اللي قدامهم ده ممكن يتغير من شاول لبولوس مع أنها حصلت زمانا شاول لبولوس ليه ما يتكررش المعجزة دي على مدى التاريخ بدأت أن أنا أفكر نفسي والنفسي أن أنا أهرب عشان ما نكرش الرب يسوع المسيح وفعلا هربت من مصر ووصلت لبنان حاولت أن أنا كتير كتير أتواصل مع كنايس طبعا في البداية كان بيبقى فيه شك فيه إنكار إما بيسمع قصتك أو قضيتك بيحس أن هي قصية يعني قصة خرافية يعني فوق العقل إزاي شخص زي ده من العيلة يعني أنا مش عايز أقول لأنه وضع كتير خطر إزاي شخص من العيلة دي ممكن يعرف يسوع المسيح وهو يسوع المسيح جاء للخطوة وجاء للناس المرضى وجاء للناس اللي زينا لكن الكنيسة كانت أو الجماعة المؤمنين كانوا ما بيحتضنوش العابرين أي ممكن ممكن فيه جماعات معينة فيه ناس مؤمنين بتحتضن العابرين لكن على طول الخط بيعتبروا العابرين درجة تانية في الكنيسة ما بيعتبرهم شخص من مسيح مع أن كلنا عابرين كلنا عابرين حتى المسيح الأصلي كمعابر هو عبر للرب أخ دانيال أخ دانيال ممكن أسألك أنت كيف تغلبت على هذه الصعوبة أنا تغلبت على هذه الصعوبة بالصبر بالصبر والإيمان أن أنا نظرت ليسوع أنا لو كنت بصت لبشر كان فاتي من زمان ضعت أنا بصت كانت عيني دايما على يسوع لأن لو بصت تحت رجلها كنت هغرق لو بصت للأرض كنت هغرق كان دايما جيت أنا ليسوع المسيح وجيت له ما جيتش عشان فلان ولا علان ولا عشان الكنيسة الفلانية ولا عشان الكنيسة العلانية أنا هو قال لي أترك كل شيء خلفك واتبعني وفعلا هو ده اللي حصل وتبعت من يوم ما تبعته إبليس أبي حربني فيه صعبات كتير بتقابلني بس أنا موجه نظر عليه لغاية ماوصل لأرشاليم السماوية أخوي لكن من الناحية اتفضل لا اتفضل ايوه معك اتفضل أخي معك لكن من الناحية فيه إخوة مؤمنين كتير بيساعدوا لكن برضو فيه إخوة مؤمنين كتير وغالبا ما بيساعدوش العابر إحنا مش عايزين مساعدة مادية غالبا العابر اللي ربنا بيختار ما بيبقاش العابر الحقيقي العابر الحقيقي مش محتاج مساعدة أنا نشكر الرب من أول يوم اشتغلته من أول يوم اعتمدت على نفسي أنا كنت عايز فيه كنيسة تحتضني عايز عايز احتضام روحي عايز أتنمى روحيا لأن أنا كنت جاي معلوماتي مش كتير وهو ده اللي فعلا اللي بيبقى عليه الأخ الشام ده كان شيء حقيق المؤمن العابر المعابر اللي من خلفه إسلامية محتاج بناء من نوع خاص لأنه جاي بمعتقدات غير جاي بأفكار غير فلازم بناء خاص بناء روحي خاص واحتضان خاص يعني إلا بيتجوزوا منهم مهما لو عاش تلاتين سنة ولا اربعين سنة إلا في حالة ندرة ما بيتجوزوا منهم يعني في حاجات كتير جدا المفروض الكنيسة أو الكنيس تغير رأيها في العالم آي نعم في عابر بيبقى جاي لكن إحنا ما نقدرش نحكم على الناس من قلوبها نحكم على الناس إن هم أخوة ما في مسيحيين كتير بالإسم بس لكن هو مش مسيحي أخ دانيال هو مسيح بطاقة ربعا ويا أخ دانيال إذا أنت عاوز تعطي نصيحة لمشاهدين إيش عاوز إيش عاوز تنصحهم ألو آه دانيال إذا أنت معانا حبيبي إيش عاوز تعطي نصيحة للي بيشاهدونا أوكي يمكن أنصحهم للعابرين ولا للمسيحين لا للكل للكل آلو أيها النصيحة للعابر للمسيح العابر نصيحة نصيحة للمسيح العابر إنه هو يسبت عين على الرب أمين ما ينظرش الأحد ما يكونش مساله إلا ربما صحيح للمسيح عشان كلهم بشر كلهم بشر وكلهم قاطئين يعوزوهم ما تدرب أمين لازم يكون عينه عشان ما يحصلوش عصرة لأن كتير أنت ناس مسيحيين عابرين عصروا في ناس عصروا في رجال دين وعصروا في ناس كتير وكان الرجال الدين دول سبب عصرة ليهم لأنه كان عاملينهم ليهم كمسأل أعلى ونهار المسأل الأعلى فنهارت معاهم فأنا بقول للأخ العابر خلي عينك على السوع أمين واجه نظرك على السوع أطلبه ملكوت الله أولا وبعد ذلك والله تزاد لك أمين شكرا كتير يا أخ دانيل شكرا كتير عبرت عن رأيك وفعلا ربنا يباركك وربنا يعود لك وربنا يستخدمك أيضا فعلا يعني شبيه باللي أنت ذكرته يا أخ هشام يعني إذا بعد إذنك يعني خليني أكمل بالنقاط اللي حطها أخوي محمد مكتوب خمسة إذا تصادفوا كان للعابر أسره وأولاد فإن المؤمنين لا يقوموا برعاية أسره وأولاده روحيا واجتماعيا بل يمنعوا أولادهم وبناتهم من الإختلاط بأبناء وبنات العابر طبعا لحديت اليوم هي مشكلة صعبة موضوع الزواج طبعا حتى لو كان مؤمن مع أنه ابتدأت تنكسر يعني بعض من هذه الحواجز فيشعر أولاده أولاده بأبناء العابر بالتجاهل المقصود فيتعثر ويكره الكنيسة والمؤمنين صحيح ودي حقيقة أستاذ نزار أن العابر بيحس أنه هو غريب أنا أخي أخي دانيل وهو بيتكلم بيقول بيحس إحساس أنه هو مؤمن درجة مؤمن درجة تانية كلمة صعبة لما يكون ابنه أنه مثلا يقول لك أنه لو راحي واحد عابر عايز يتجوز رغم أنه هو بيكون متغير ومتجدد وبيخدم الرب بعد تلاتين سنة ينقل له أنت عايز يبقى خالي ولادك اسمه محمد أنت عايز خالي ولادك يبقى اسمه عالم ده اللي بنسمعه دايما ده اللي بنسمعه دايما ودي بتترك أثر كتير صعب على حياته النفسية واحد انطرد من بيته وانطرد من أهله وفقت شغله وفوق ذلك ملاحق من الدولة اللي هو منها ويمكن خسر الجنسية بتاعته كمان في نفس الوقت ومش لاقي كنيسة تحتضن وتحتضن ولاده في كتير عصارات أنا عندي حالات حاليا بالوقت الحالي بعرفهم في كنيس ولادهم رفضين أنه هم ما يخشوا الكنيسة بسبب أن ولاد المؤمنين ما بيلعبوش معهم ما بيزوروهمش بيعملوا نشاطات مع بعض طبعا ده برضو زي ما كان بيقول أخويا مش للتعميم فيه إخوة كتير بيحبوا فيه إخوة كتير بيحتضنوا لازم نغير النظرة أنا عابر جاي من الإسلام زي العابر اللي جاي من خلفية مسيحية ما عرفش المسيح ما فيش فرق بيننا ما فيش فرق بين الاتنين فيه لازم يكون فيه استراتيجية في الكنيسة لإندماج الشخص اللي جاي لأن المسلم اللي جاي بمراس تقيل جاي بمراس تقيل وصعب أنه واحد تشكل بعشرين تلاتين سنة ترجع تشوله من كل ده تسلوخه من اللي هو فيه مرة واحدة وتحطه في الكنيسة وطبعا الرسول بولوس عالج مشاكل عديدة في الكنيسة الأولى ولسيما المؤمنين اللي رجعوا من الأمم بالعداد الوثنية والذبائح للشياطين وطبعا في كورونتوس النساء اللواتي كنا يقدمنا أجسادهن طبعا كجزء من العبادة للزنا وإلى آخره وهدور كان يقامنوا بيسوع المسيح وطبعا كان فيه مشاكل كتير لأنه الكنيسة كانت يهود وأمم وكان اتنين يعني اللي جاي من المذهب الفرسيين المتدين المتعصب جدا واللي جاي من الحيال الخليعة تحط اتنين في داخل الكنيسة في جسد المسيح فالتنين محتاجين يتأقلموا طبعا الحكم هو كلمة الله اللي بتنقينا واللي بتهزبنا أيضا خليني أخذ كمان نقطة يعني ما كنتش بفكر الكل بس فعلا يعني هاي النقاط فتحت أشياء كتير بقول الأخ محمد الغيرة التي تتولد لدى بعض المؤمنين من رعاية الله للعابر وأسرته فإذا فتح الله على العابر ودرس كلمة الله بشكل أكاديمي يعني راح للجامعة فلا يجد تشجيع من إخوة المؤمنين بقيامهم باستخدام ما تحصل عليه من علم لاهوتي يفيد به باقي الإخوة أو أن يجعلوه يشارك ما تعلمه في الخدمة لا بل يتجاهلون ذلك ولا يتم فسح أي مجال ليقوم العابر بالخدمة فيها أخي محمد مش عارف هو بالروح الأدس عم بيعرف يعني الأمور اللي احنا عايزنا نتكلم فيها النهاردة أيوة فعلا فيه إبواب بتنسد إبواب بتنسد كتير قدام الأشخاص اللي بيخدموا أنا شخصيا سمعتها بوداني إنه بيخدم لا هو النهاردة هو هيوعزنا واحد كان مسلم هيوعزنا واحد كان مسلم طب هو كان مسلم هو النهاردة احنا نقعد هيعمل لنا تلمزة واحد كان مسلم النهاردة إذا كان التأمل على واحد مسلم مش هنيجي على الكنيسة مع إنه اليوم والحق يقال يعني فيه الرب حط في الكنيسة علامة يعني عدة أشخاص مثل حضرتك مثل الأخ أندرو طبعا الأخ رشيد يعني معروف في كل العالم العربي وفي كل الأوصال سبب مبارك أخو يعني شوف يعني التأثير اللي عم الله بيستخدم الأخ رشيد بهذا الموضوع الله عم بيستخدمه وآخرون كثيرون أنا مش عاوز بس يعني لكثرة الأسماء عم بيستخدمهم يكسروا حواجز كثيرة في هذا الموضوع لكن هاي أمثلة فعلا من أشخاص متضلعين اللي عم بوصلوا الحق للجميع للمسيحي قبل المسلم والرب عم بيغير آلاف من الناس من خلال خدماتهم نعم خلينا أخذ السابعا ترفض معظم الكنائس في المنطقة الإسلامية تعميد العابر دي حقيقة وهي المشكلة كبيرة جدا وخاصة عندما يعلم العابر مدى أهمية الولادة الثانية بالإيمان إلى آخره يعني بعدين بقول وأشياء وأشياء أخرى تدم القلوب وتجري الدموع أنهارا من هولها شكله مجمور كائن محمد لا مجال لذكرها لكن نهى بشيء حلو نعم فالمحبة لا تقبح ولا تنتفخ ولا تسقط أبدا وهاي طبعا إحنا مثل ما بتعرف أخوي هشام إحنا بيوصلنا كتير من الرسائل يعني واحدة من الرسائل أخت عابرة من مصر عقلانية يعني هي صبية صغيرة وبتحكي أنه كيف بتتابع البرامج والإشي اللي لمسها اختبارات العابرين وبشكل عقلاني يعني لما بشرحوا بشكل عقلاني بتقول أنا مسلمة وآمنت من سنتين وبعدين تكلمت هي فاتت الجامعة وبدها تبحث فابتدأت في البحث فكانت تدرس اللغة اليونانية القديمة واللاتينية والآثار الخاصة والحضارة اليونانية والرومانية كله وعاوز تتأكد إذا في الكتاب فيه التحريف عشان ترجع للمخطوطات القديمة والأصلية لما بتدأت تقرأ الكتاب المقدس حتى درست الآن جيل المنحولة يعني الأبوكريف وبتقول أنا مررت بصدمات كثيرة في إيماني وبسبب المعلومات المغلوطة لكن أول شي شو اللي صار زي اللي صار معاك قررت ترك الإسلام لأنه دين غير صحيح هذا أنا بقتبس الأخت واستمرت في قراءة الكتاب المقدس نعم يعني الشبيه اللي أنت مررت فيه وكل مطلاب ترقت تجذبني وتجاوب على أمور كتير واتعرفت أنه كيف إله بضحي من أجلي وبيستجيب لي ولا ينظر لي نظرة السيد للعبد الذي يجبره أو على فعل كل شي بس اللي عاوز أقوله في الآخر بتقول يعني آمنت بعقلي وقلبي واو بعدين بتقول لم أستطع التعميد يعني بدأت تتعمد قال ليش العذور لأنه مش عارف لأي طائفة تنضم وطبعا هون يعني عندي اختبارات كل اختبارات من المسلمين آمنوا بالمسيح نحن كل شهر بنعمل إحصائية على الناس اللي بتيجي للمسيح وصدقني أعداد كبيرة أخشب هاي الأخت غير ذكر أسماء لأنه هي من عيلي متعصبة متحفزة جدا وعاوز تتعمد مش عارفين كيف تتعمد لأنه في مفهومة رح تنضم لطائفة أي طائفة شو بترد عليها أنا أنا بقول لها أنت تتعمد في أي في أي كنيسة تعمد في أي طائفة بس المهم زي ما كان بيتكلم أخويا دانييل عيونك على المسيح عيونك على الشخص المسيح اتعمد حسب ما انت قرتي في الكتاب تعمدي باسم القاب والابن وروح القدس حسب ما الكتاب حسب ما الكتاب بيعلم اللي انت قرتيه في الكتاب طبقه وانت وانت بتعيشي بحياتك كان بيتكلم اخويا دانيل عن ان احنا كابنيجي كعابرين اللي بيأثر في حياتنا وبيساعدنا ان احنا ننمى ان احنا نكون ناظرين لشخص المسيح ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله الرب يسوع لو بصينا على مستوى الناس اللي حوالينا او مستوى الاشخاص اللي في الكنيسة بس الاحتياج ان ربنا يحط في حياتها اذا انتم بتكملوا معاها بطريقة الارشاد وحد بيساعدها يقدر يرشدها ويساعدها اكتر ان هي تتعمد من خلال كنيسة كنيسة ب المسيح ما جابش طوايف المسيح جاب حيات ما جابش ديانة ومعظمنا كمعظمنا كاشخاص جنع من الخلفية المسلمة فاكرين ان هي ان المسيح احنا نقلين من ديانة لديانة لا احنا مش نقلين من ديانة لديانة احنا نقلين من ديانة لحيات في الشخص الرب يسوع طيب خلينا اخد بعد اذنك كمان مكالمة من زكريا زكريا من المغرب بتهيألي أهلا وسهلا أخ زكري أنت معانا على الهوى السلام والنعمة الأخ نزار شاهين والأخ دانير الأخ هشام الأخ هشام الله يحفظ أشكرك على برنامج ليكون نور شكرا حبيب هناك دلام على البشرية بأكملها وزيلة دلام الإسلام دين خورة فعل مغرب الززائر وشم إفريقيا والعالم أجمع وأنا أوجه رسالة لشباب المغرب وززائر وشمال إفريقيا والعالم أجمع العالم العربي بترك الإسلام دي الخرافة دي الخرافة حصال براء ودين يتكلم فقط عن الجينس والزواج الرادية وهت تعيار الطفلة عائشة التي تزوج محمد صلعم رسوله العرب الكدير وعمره كان 75 سنة وكان تعيش عمره 4 سنوات وكان محمد الرسول يفخد عائشة ومحمد كذلك تقام بنكاح الوداء حيث نكاح جوزته قبل أن تدفعه كان سميته في قبره وأنا أوجه إلى كل الشباب المغرب اللي اعتناق بالمسيحية كحياة واتباع نور وتعليم الرب والسؤال المسيحية لله وطلب الكتاب المقدسة من قناة الحياة ورمي كتاب القرآن كتاب الشيطان في المذبات وأبنه بخصوص وكذلك الاتحاق بالأقرب كنيسة لهم بالمغرب والززائر والشمال الأفريقية وكذلك بالإمارات وأما بخصوص وكما أطالب كذلك إلغاء مادة تربيسة إسلامية تدرس القرآن الكريم وآيات الأطفال المدوصي غرم وكذلك بالجامعات إلغاءها كما ليست مادة أكاديمية إنما مادة إرهابية وعلى الأمم المتحدة ومحتمت لها المحاذبة ومحاقبة قصد قرآن وتداول القرآن ودين الإسلام إلغاءه كديانة لأنه دين تخلقوا دين إرهاب لأنه يعودت علاقة وهو منظومة إرهابية أما موضوع الحلقة فأنتم كنتم تتكلمون عن كيفية إدماج العابرين بالكانسة وأنا أوجه هذا أني يدع إلى كانسة أورتدروسة والكبارة أورتدروسة بمصر لبناء أمئة كنيسة بكل مدن مغربي لأن الكنيسة أورتدروسية هي التي تتطارعها مصالح والعناية بالإدمان الروحي للعابرين بالمغرب والززائر والشمال أخي زكريا وصلت مداخلتك بس الصوت ابتدى يضعف الصوت وابتدى يقطع فأنا بشكرك كتير كتير أخي زكريا تقيقة فقط فضل يعني أيام وزير إذ كان تابون يعني أغرق كل كنائس أمازيغية بالززائر 75 كنيسة وأعلن وزير الداخل ابتدى ينقطع الصوت أخي زكريا طيب أخي زكريا نحاول نحكي كمان مرة لكن الصوت عم بيقطع كتير خليني أخد مكالمة من شكري من كندا أهلا وسهلا أخي شكري اتمعانا على الهوى أهلا بيك مساء مساء البركة مساء الخيرات حبيب أهلا وسهلا تفضل أخي شكري أنا حابب بس يعني ده أعمل مداخلة صغيرة معاك أنت والأخ الشام فضل بخصوص بخصوص أنا طبعا أنا مسيحي من أب وجد ومش عارف إيه يعني الأسرة قديمة مسيحية بس أنا بأمانة عايزة أقولك حاجة مش تقليلا من العابرين وكده أنا عرفت شخص المسيح عن طريق حد عابر يعني أول مرة أنا عرف المسيح بجد عرفته عن طريق حد عابر أمين فده مش تقليلا من الناس دي بالعكس الناس دي بحت بحكات كتيرا كترنية يعني نكون هنا كمسيحينا تولدنا أم خلص بسبوعنا مع لا أدراب مش حسين بس الأخوة العابرين دوا رتعبوا فقدوا غصير فقدوا نال فقدوا غزيف فقدوا حلوم فقدوا جنسيات لأخر الشامعة يعني الأقل واجب لنا أن نحن نأخذهم معنا نأخذهم أخواتنا نضمهم لهم أمين أخ شكرا يعني أوافقك 150% شكرا جزيلا فعلا ربنا يباركك أخ هشام خلينا يعني نفوت دلوقتي من ناحية إيجابية وأغلب المسلمين اللي عم بيجوا للمسيح شوف إحنا التخصص تبعي هو الدفاعيات وإزاي أنك يعني تحاور لكن الله بفاجئنا أنه أغلب المسلمين بيجوا أولا لأنه عندهم جوع الله حط الجوع فيهم شيء تاني الله بفاجئنا بتتصوري أخ يعني أنا لما بكلم واحد مسلم بقولي كذا مرة أنا شفت حلم أنا شفت رؤية أنا يعني رب تعمل معاي سوبر ناتشرل بطريقة خارقة الحاجة الثالثة اللي هو أهم شيء في الموضوع أنه أغلب الناس هاي أغلبها أغلبها أجت للمسيح بسبب المحبة صحيح يا بقولك محبة المسيح لمستني أو محبة الإخوة صحيح سنة بتدينا نشوف هاي ظاهرة العابرين وآخر عشر سنين هذا التضفق أفواج أعداد كبير أفواج 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 عم بيجوا للمسيح وصدقا وأنا عاوز أقول للي بيشاهدونا أو عاك تفكر إنه هذا زكاء ولا حكمة شخص أنا لا أستطيع أن أربح إنسان واحد ولا عند الحكمة أربح واحد صدقني يعني هي إذا الحكمة هي بتكون حكمة الروح بس الروح القدس مثل ما قلت هو اللي بيلمس القلوب كان فيه صعوبات كتير أنا اليوم عم بتابع أربع سيطات بعمل تدريب للعابرين نعم إنت بتتكلم كل سيط فيه مئات نعم العابرين بس فيه سيطات فيهم عابرين كمان من خلفهم صحية يا على المحبة اللي بتشوف بناتهم يعني ابتدأ الوضع يتغير شوي شوي فهي يمكن تاخد إن شاء الله مش عشر سنين بس نقول العشر سنين لأنه خلي بالك الكنيس رح تكبر والعابرين رح يكونوا أكبر من الكنيسة الأصلية فبالنتيجة انت اللي بدك تصير التلمز وانت اللي بدك تصير التعمد وانت اللي بدك تصير يعني حتى المسيحين اللي بيعرفوش شمالهم من يمين من يمين شو رأيك في هذا الموضوع؟ موضوع حقيقي الموضوع مهم جدا نأسس نزارة حضرتك ما بتقول ندمج العابرين إن كان عابر من المسيحية بالاسم أو عابر من المسيحية بالإسلام موضوع التلمزة والاندماج ده كتير مهم نغير نظرة الاستخفاف نظرة الشك نظرة الخوف تتغير بنظرة المحب اللي حضرتك بتقولها إن معظمهم بييجي من خلال الحب النهاردة أنا ما ينفعش إن أنا أوكي هبشر المسلم وهسيب وخليك بعيد عني ما تخشش بيتي وما تخشش الكنيسة يعني كأنه واحد بيولد ولد بيجيبه بقوله روح عيش في الغابة وبعد أربح خمس سنين لما تكبر بتعلن عندي على البيت ما هو مش هيعرف يتكلم اللغة بتاعتك مش هيعرف يتكلم بنفس اللغة اللي تتكلم بيها هو محتاج يحتضن محتاج زي ما كان بيتكلم أخويا دانيل من شوية أو إخوات اللي اتصلوا أنا النهاردة محتاج أعلمه اللغة اللي أنا بتكلمها داخل الكنيسة يعني النهاردة لما واحد يسألني واحد مسلم جاي مش عارف فيه فكرة أنه لازم لما يقرأ الإنجيل لازم يتوضى أحيانا لما بيسأل الإخوة داخل الكنيسة هل ينفع أن أنا توضى قبل ما أقرأ الإنجيل بتكون ردود فعل بتكون مستهزئ آه إنه شكلك بعدك مسلم لسه بعدك مسلم يعني ده لسه ما تغيرش طب ما هو جاي بقرس كبير حمله محتاج أني قاعد معاه وأفهم عقله وساعده المحبة زي ما أخويا ختم الرسالة اللي حضرتك قررتها من شوية ختم بالمحبة محبة لا تقبح المحبة لا تنتفخ أنا محتاج أني أنا أقدم له المحبة ومش بالكلام بالعمل وبالحق تعرف أنا كنت في إحدى المطارات وفي أخت مسلمة نعم بتشتغل بالأمن بالمطار وفجأة بسمع صوت عالي نظار شهين أنا بحبك بالمطار ألاف الناس أعم بدور على الصوت أخيرا اكتشفت من وين مصدر الصوت تعالوا أنا بحبك كمان بعدين وصلت لعندها بقول لها أنت ليه بتحبيني قالتلي أنا كنت بتحب المسيح بقول لها مش فاهم شو قصدك قالتلي أنت دايما بتوريني محبة المسيح اللي أنا بنجذب لإله بشكل مغناطيسي وهي المحبة هي اللي عم تجذبني ليسوع المسيح سألتها أنت مؤمنة قالتلي لا بعدني أنا مؤمنة على طريقة أنا هيك قالتلي بالضبط حرفيا قلتلي يعني بعدك مش مسحية أنت قالتلي بس أنا معجبة بالمحبة يعني أنا شفت كلامك فيه محبة وأنا معجبة فابتديت فعلا أحكي لعن المسيح ومحبة المسيح اللي عاوز أقول أنه المحبة هي أقوى سلاح سواء في الخدمة سواء في إظهار المحبة مع الآخرين من ناحية نفسية اجتماعية مادية بأي وسيلة أخرى لأنه إحنا جسد واحد أنا لا أؤمن في طائفة إحنا عنا طوافة كتير المسيحية نعم أوكي مش هنعمل طائفة اسمها طائفة العابرين لا طبعا لأنه ما بزبطش غير كتابة هذا لا طبعا أوكي فإذن محتاجين ندمج فإزاي نعمل هذا أستاذ نزار فيه نظرة للكنيسة وفيه نظرة للعابر نظرة الكنيسة اللي هي مش طبعا مش كل الكنيسة أو نظرة بعض الأشخاص في الكنيسة نظرة الشك نظرة الخوف نظرة الاستخفاف لازم تتغير بنظرة تانية نظرة المحبة نظرة التشجيع الاحتضان العابر ده جاي على الكنيسة لما أرى أرى الإنجيل وقرى الموعظة على الجبل وقرى المحبة اللي غيرت العالم اللي غيرت المسيح غير العالم مش بالسيف غير العالم بالمحبة جاي العابر ده بشوء ان هو يشوف المحبة دي من عيلة من اخوة يعشان كده الفكر المسيحي فكر العيلة ان احنا نكون جاي وسط عيلة اللي فقد عيلته جاي بيدور على العيلة اللي خسر اهله جاي بيدور على الاهل اللي محتاج تشجيع محتاج بيتي تربى فيه انا لازم تكون الكنيسة هي الاب هي الام هي العيلة اللي تقدي حب تقدي رعاية تقدي اهتمام مش انا اجي واكون تركت مش بضخم الامور تركناها لا احنا جايين بشوء للمسيح عايزين نلاقي احتضان من جسد المسيح امين الاسبوع الاربع القادم رح يكون يوم الصلاة للعابرين وفي اخوة من قناة الحياة عم بتعب وفعلا مشكرين وراء هذا الموضوع الجبار وبحب اشجع اكبر عدد ممكن من اخوتنا العابرين الاربع القادم انه تتصلوا ورح تكون صلوات من اجل الكنيسة سواء بالشرق الاوسط في شمال افريقيا في دول الخليج نرفع كل هاي الناس حتى الرب فعلا هيك يجيب نهضة غير عادية في هذه الايام اخوي هشام انا كتير متأسف الوقت هيك عم ازف عم بطير طيران معاك دقيقة شو اللي ممكن بدك تحكيك رسالة اخيرة للمشاهدين انا الاخوية الاخوات العابرين اللي جايين على الكنيسة بتوقع كبير من الاخوة اللي هما موجودين في الكنيسة قبل منهم انا بقوله تعالى تعالى بتوقع من الرب يسوع عيونك على المسيح عيونك على شخص المسيح كلنا عندنا ضعفات كلنا عندنا ضعفات يمكن يكون عنده خوف بس عند رسالة لاخوات المسيحيين هقوله اول حاجة رحب احتضن حب ضحي علم ساعد افتح قلبك افتح بيتك ده كتير مهم ساعده بالتعليم ساعده بالشغل ققف جنبي منه عدده اسنده ده كتير مهم ان يغير منه يغير فعلا احنا لازم نصدق ان شاول اتغير احنا شاول ما تغيرش مش حالة واحدة تغيرت لا في حالات في ملايين النهاردة من شاول بيتغيره في العالم يعني الكلمات الاخيرة اللي ذكرتها اخ شام هي فحوة وجوهر كل الحلقة ربنا يبارك ويبارك يبارك خدمتك وخدماتك المتعددة انت رابح نفوس وربنا هيك يكمل عمله وان شاء الله لنا لقاءات اخرى في المستقبل امين اسمي يسوع ربنا يبارك احبائي طبعا انتوا سمعتوا يمكن مغطناش الموضوع لكن صدقا هاي الحالات اللي عم نشوفها انا عاوز اقول صليها اقول له يا رب حررني من الكراهية حررني من العنصرية خلينا احب كل الناس بمحبة يسوع المسيح واذا انت اليوم عندك بعدك انت مقتنع عقليا بالمسيح بس ما امنت قلبيا قل له يا رب ارحمني تعال انا بسلمك حياتي سود انت على حياتي شوف شو الرب رح يعمل معك ربنا يباركك الى اللقاء اشتركوا في القناة